السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين ومتابعين قناة فن العلوم الزراعية هنتكلم النهاردة عن تقليم الموالح أفضل معاد لتقليم الموالح وإيه اللي هنعمل في التقليم الموالح بس هم الحاجتين دولا ركم واحد أفضل حاجة لتقليم الموالح في الوقت الحالي يفضل نحن نأخر التقليم هو المفضل الوقت اللي احنا فيه شابورة وممكن في نهاية الليل تحول لسكيع هتيزل نمواتك جديده وكده احنا الأفضل يبقى التقليم بتاعنا في آخر آخر واحد يعني في آخر واحد أفضل معاد شهر واحد مع مراعات من احنا طبعا لازم نغز الشجر بعد المحصول ما نزل نحن نظيفون الشجر المحصول بتاعها نزل مطالب ان احنا نغز الشجر بقى نبدأ نغزها اللي كان عليها محصول نبدأ نغزها ونجهزة ونعوض الغزة اللي رايح منها في الفترة اللي هي بتاعة المحصول اللي كان عليه زي ما احنا شايفين كان فيه محصول والشيال وانا صورت قبل كده في المظاهر دي تكون عليها محصول وهتشوف انتوا صور المحصول بتاعتها على يمين في الصورة فوق دي حاجة الحاجة التانية اللي ان التقليم بصفة عامة لازم نركز على حاجاتنا في الشجرة الحاجات دي اللي هي بتبقى حجر الشجرة نرفع الشجرة من مستوى الشجرة بداية الشجرة من مستوى الارض للشجرة بيبقى مسافة مسلا اربعين اربعين سنتر دي رقم واحد رقم اثنين اللي ان احنا نعمل تفتح للشجرة نفتح القلب النموات الجديدة اللي في القلب تششل ما تششلش كلها تششل بنسبة ستين سبعين في المية منسبة 30% 20% علشان الشامس ستنبقة الفراع اللي في النصف في قلب الشجرة ده حاجة الحاجة التانية اللي ان احنا الفراع اللي هي النواشف بنشيل مادئة النواشف بتششل أيا كان وضعها في الشجرة لا تستعمل و رابع حاجة اللي ان احنا بنفتح الشجرة بحيث ان الشمس بحيث ان الشمس تخوش جوى للشجرة تعمل عميلة البناء الضوئي فيش اي موسكلة فيه احنا عندنا في الشجرة دي مثلا فيه نواشف جوه ممكن تجيب الكاميرا يا باش مهندس عن النواشف دي عن النواشف دي في النواشف اللي جوه دي تتشال طبيعا ما بتتسابش زي ما انا شايفين الصجرة زي ما انا شايفين الشجرة زحمة الفروع دي بتتخلخل نحوش فرع نفتح نحوش الفرع اللي ممكن يعد الشمس نحوشه مع الحرص ان احنا برضو ما نكشفش الجنب خالص برضو عالارض تحت كده مثلا نسب بين المجموع الشجرة المجموع الخضري وسطح الارض يعني اربعين سنتي متوسطة اربعين سنتي يعني اه في بعض الطرق تقول لك تلاتين وفي يقول لك اربعين في يقول لك خمس احنا خلينا في الوسط اربعين لان دي لما بتشتال الحب بطول الارض خلخالة الشجرة من الجوانب النواشف فتح قلب الشجرة النموات اللي هي الفوق دي تي ننزل ننزل نموات دي من فوق بمستوى معين مثلا ننزل من فوق مثلا نص متر كده ما ننزلش الشجرة خالص عشان المحصول بتاع الشجرة بيبقى فين بيتمركز المحصول الشجرة بيتمركز في الجزء اللي هو من اول سطح الارض لغاية يعني التلتاني الفقانيين التلتاني يعطوهم ما بيشتلش محصول في الشجرة عشان كده نحن نوكز اللي انه نحن الجزء الفقاني بنسيبه انه هو يحملنا الشجرة من تحت لان هو مش هيشتال معي اساسا التلت الجزء فقان في الشجرة مش هيشتال الجزء من سطح من سطح التربة اللي احنا سيبنه ده لغاية فوق قبل نهاية السجرة بنص ميته هو دي اللي هيشتال معي يبقى انا حافظ عليه هو دي اللي انا بخاله كويس بخلي الشمس تخش بحش النواشف عشان السجرة معي ما تعملش نواشف كتير التقليم بتاعت الموالح ديه بالنسبة لبطانة بصورة وعرفنا ايه اللي هنعمله في التقليم اما في التقليم هنعمل لكم فيديو والتقليم شغال في المزاعة ده واي مزاعة تانية تابعنا نعمل لكم ما حنا التقليم ازاي شغال وهنحاول نشرح لكم في وقتها التقليم ايه اللي بتعمل بس انا حبت اقول ايه حاجة ملخاصة يعني عن التقليم لان في ناس كتير سألتني وقالوا افضل معادل التقليم ايه هو الافضل شهر واحد بس احنا للوقت ما ينفعش في الوقت دي ان الجو مش كويس عشان كده احنا نتأخر شغال في التقليم لغاية نهاية الشهر يعني الاخر عشر تنين في الشهر نفضل نقلم ومن ننساش الراية والتسميد بانتظام ونركز على التسميد الازوت والبوتاسيوم والفوسفور التقطة مع بعض من نسيبهمش فوسفور بتاسيوم ازوت التقطة مع بعض لان نستجرى طبعا الموجهه ده من الاخر عاوزين نغزها افضل وقت تغزيها من هنا لغاية ضرب العين اللي هو اعتبر معنا في ثلاثة فاخر اثنين واول ثلاثة اللي هو لسه هيبدأ معنا يعتبر شهر ونص لشهرين مثلا بس ده اول خطوة في الموسم الجديد اللي هو التقليم وان شاء الله هنبقى مع بعض خطوة بخطوة ان شاء الله في خلال عشر مشايرين في تقليم هاجبلكوا التقليم مع المهندسين المختصين تمان وهنشرح دورت في الواقع ساعتها ان شاء الله واي الصفصار اكتبوا في التعليق تحت ان شاء الله وانا هرد عليكم والسلام عليكم وحمد الله وبركاته